بن يمين نتنياهو بنظر المجتمع العربي هو الشخص الوحيد في هذه الدولة الذي يعلم ويقرر إن كانت البلاد بأكملها ستذهب غدا إلى انتخابات رابعة في غضون عامين نتنياهو الآن يفحص كل الإمكانيات الذي يحوله ومن سيدعمه وما هي الإمكانيات لكي يحصل على أكبر عدد ممكن من المقاعد وهو يريد أن يرى من هو المنافس الآن هو يفحص فقط على الفحصات الأخيرة من سينافسه في هذه الانتخابات عدا عن لبيد وهل أشكنازي وهل يستطيع أن يرضي أشكنازي وأن يحيد عن أن يكون منافسا له في هذه الانتخابات انتخابات لا يرى المواطنون في البلاد أي فائدة منها خاصة في ظل الظروف الراهنة وبعد ثلاث محاولات سابقة لم تجلب حسما سياسيا لصالح تكتل معين لكنهم يجمعون على أن متهما بالفساد يواجه محاكمة قد تزج به في السجن سيعمل المستحيل للتملس منها ويريد أن يعين مفتشا عاما للشرطة على حسب رغبته يريد أن يعين مستشرا قضائيا على حسب رغبته وهذه أمور ليست ديمقراطية بتاتا وتظهر آخر استطلاعات للرأي بأن اتفاقية السلام مع الإمارات التي تبجح بها نتنياهو لم تزد من رصيده لدى الشارع الإسرائيلي ولم تؤثر على المظاهرات المناهضة له بل ازدادت حدتها في الأيام الأخيرة اتفاقية الإمارات لم تزيد على نتنياهو ولا عضو كنيسة واحد لأن الشارع الإسرائيلي أصبح يفهم بي بي نتنياهو على علاته لننظر على المظاهرات التي تجري اليوم على كافة مفتنقات البلاد وفي القدس وفي بلفور وفي تل أبيب وفي نتنياهو وفي الإخضيرة كلها تطالب في إقالة واستقالة بي بي نتنياهو انتخابات يؤكد مراقبون على حتمية حدوثها قبل موعد تنازل نتنياهو عن رئاسة الحكومة لصالحي جانتس تشكل فرصة لدى الجماهير العربية بتعزيز وزيادة قواتها البرلمانية ومنع تشكيل حكومة يمينية استطانية متطرفة